تحية طيبة عزنا متداولين تراجعت الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي حيث أدى قرار الرئيس ترامب المفاجئ بفرض رسوم جمهورية على الواردات من المكسيك إلى زيادة المخاوف من طباط التجارة العالمية دون أي احتمال لحل النزاع بين الأولايات المتحدة والصين أولا ارتفع مؤشر اسبي 500 بأكثر من الضعف إلى 2.6% الأسبوع الماضي بينما تحول مؤشر ICE بالدولار الأمريكي إلى 0.2% ثانيا اتسعت خسائر خمسة من قصة ستة مؤشرات متطورة رئيسية في الأسبوع الماضي حيث سجل داو جونز أكبر خسارة فقد انخفض بنسبة 3% عكس نصف ستة عملات رئيسية ديناميكيات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي في حين تضاعف التقلبات الأسبوعية في أزواج العملات الرئيسية تقريبا مع انخفاضها ثالثا كان لي أن الياباني هو الرائد من حيث النسبة المأوية للتغير فقد ارتفع بنسبة 1.2% مقابل الدولار الأمريكي تعد زيارة الرئيس الصيني التي تستغرق يومين إلى روسيا يوم الأربعاء بعد اجتماع الرئيس سرامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في لندن اليوم من الأحداث السياسية البارزة هذا الأسبوع والتي قد تولد بعض الأخبار الاقتصادية الهمة كما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي اليوم مع تقرير الوظائف لشهر مايو المقرر يوم الجمعة تمنيتنا لكم بالكثير من الأرباح وإلى اللقاء اشتركوا في القناة